السلام عليكم إن شاء الله سنتكلم النهاردة في ثالث محاضرة لنا في الدراج انتر اكشن عن الزنسين دراج انتر اكشن عادة الزنسين او المسائل الزنسين زي ما احنا عارفين قبل كده تتكون من الامينوفيلن والسايوفيلن والضايفيلن والاكسي ترايفيلن وكمان معهم القافيين لكن القافيين محترم وبنناس ومولوش انتر اكشن الأدوات تستخدم في الازماتيك فيشن عشان تعمل برونكو ودايليتور كلنا عارفين قراص الكيبرون اس اار والمنوفيلن الموجودين في الصيدلية ودول بيحتوي على سايوفيلن زي ما قلنا هي بتستخدم في الازماتيك بيشن عشان تعمل برونكو ديليتور لكن السرابياتك ويندو بتاعها قليل جدا عشان كده لو الجرعة زالت بيزود الهارت ريت بتزود الكاردياك انتر اكشن كمان بتعمل اريزميا عشان كده الأدوات دي خطيرة جدا وبنلاقي قرص الكيبرون ده متقسم ثلاثة ثلاثة من ناحية ومن ناحية التانية متقسم له نصين الجرعة بتاعة الكيبرون او الثايوفيلن عموما هي من 300 الى 600 ميلي جرام في اليوم بتتقسم على مرتين كل 12 ساعة يعني اقصى جرعة الشخص ممكن ياخدها في اليوم هي 600 ميلي جرام يعني ارسين في اليوم مش في المرة الواحدة يعني هو دلوقتي ممكن ياخد ارس صباحا وارس مساء دي اقصى جرعة ومعظم الدكاترة مش بيتزود عن نص ارس صباحا ونص ارس مساء والدوة ده مهم جدا نركز فيه احنا في الصيدلية لما يجي اطلع من رشدة لازم نركز لان حصلت كوارث وشوفنا رشدات على النت مكتوب فيها نص القرص صباحا ومساء الالف بتاعة القرص دي كان يتعامل زي اثنين كده فاتكتبت ان هو اثنين ونص القرص صباحا ومساء وغالبا المريض توفر لما نلاقي حاجة زي الكيبرون طلعة يبقى نركز ان ندوز بتاعتنا مستحيل تعدي قرص صباحا ومساء والاشهر هتلاقيها نص قرص صباحا ومساء او تلت القرص صباحا ومساء نبدأ بقى الانتر اكشن بتاعتنا اول انتر اكشن هنتكلم عنه هو الامينوفيلن مع الهالوثين زي ما تكلمنا ان الامينوفيلن ده من عيلة النصي الزنسين ويستخدم كبرونكو ديليتور اما الهالوثين فده بنج يستخدم كإنهاليشن لكنه ما عادش يستخدم حاليا لان ليه ادراج انتر اكشن كتير وحل محاله حاليا الانفلوران وريزوفلوران ودول يستخدموا بشكل اكبر لانه ما لهمش انتر اكشن بيقولك ان احنا لو خدنا الامينوفيلن مع الهلوثين هيحصل تاكيكارديا وكمان هيحصل كاردياك Burch المكانيزم بتاع الامينوفيلن مع الهلوثين عبارة عن ان الامينوفيلن ده في الطبيعة انه ها زود الكاتهولامين وزيادة الكاتهولامين دي بتزود الهارت ريت وفيعمل Eism كمان الامينوفيلن عبارة عن transitional inhibitor بتمنع انزيمową لнозعوذة im Hahahob such as a ا dialogues بيحصل ان الاتب بتتحول لسايكل excerpt والسايكل delkoomer والسايكل المسؤول عن حداث البرونكوديليته الاتب بيتحول بهlud april عن طريق انزيم الادنيل cyclic بعد كده السايكل k بعد كده وبالتالي بتوقف عمل الانزيم ده فبيتراكم عندي Cyclic AMB كل ما اخدت جرعة اكبر كل ما هيتراكم Cyclic AMB بشكل اكبر وبالتالي هيعمل Arrhythmia و Tachycardia زيادة Cyclic AMB وزيادة الكاتكولامين الاتنين بيزوده Heart Rate والHeart Work ويعملو Arrhythmia والحاجات دي كلها بيقول لك كمان ان الهالوثين بيحفز الادني Cyclic اللي هو كان مهمته بيحول الATB ل Cyclic AMB وبالتالي هو كمان بيزود Cyclic AMB بالاضافة ان انت واخد امانو فيلم في نفس الوقت فالامانو فيلم بيمنع تحور Cyclic AMB لAMB وبالتالي هيزيد Cyclic AMB بشكل اكبر فهيدينا Cyclic AMB اللي بيحصل اللي هو Arrhythmia و Tachycardia نقول تاني عيلة الزنسين بتزود Cardiac Catculامين وده بدوره بيزود Heart Rate ويعمل Tachycardia كمان هي العيلة دي عبارة عن Phospholized Therese Inhibitor وبالتالي بتزود Cyclic AMB وكل ما زاد Cyclic AMB كل ما هيدينا Cyclic AMB طبيعي ان Cyclic AMB بيعمل Bronchodilator لكن لما بيزيد عن حده بيعمل Tachycardia و Arrhythmia كمان الهالوسين بيزود Cyclic AMB عن طريق انه هو بيحفز الادينيل Cyclic وبالتالي يبقى الامينو فيلم مع الهالوسين هيزود Cyclic AMB بشكل اكبر وكمان الكاتكولامين هنا زيادة فيحصل Arrhythmia ويحصل Tachycardia Other than scenes زي Cyclic AMB و Diphillin والOxytry Phyllin دول كلهم هيدونا نفس الانتر اكشن مع الهالوسين اما الاظر هالوجينيتد انثيتك المخدرات التانية التي تشبه الهالوسين مثل Influrane والريزوفلورين مش هيعملوا انتر اكشن عشان كده قلنا ان هو اساسا ان هم اساسا استبدالوا الهالوسين في الادوية دي كبنج الركومنديشن بتاعتنا بيقولك ان لو حد ازمتك بياخد انثيتك ممكن يستخدم اي حاجة غير الهالوسين كبنج لو الاثر انثيتكس ايجن مش متوفرة يعني احنا الوقت ما عندناش Influrane او ريزوفلورين ريزوفلورين هو اللي يستخدم بشكل اكبر مش عندنا ريزوفلورين مثلا ففي الحالة دي اعمل منوتور للكاردياك فانكشن عشان تشوف هل وصلنا للتوكسيست بتاعت الامينوفيلين ولا لا الانتر اكشن ده كان فرماكو دايناميك لان هما الاثنين بيزودوا الافكت بتاع التاكيكارديا بدون التأثير على بعض يعني مفيش حاجة في القدمي سيستم حصلت الانتر اكشن الثاني معنا هو تفاعل الصيابيندازول مع الامينوفيلين الصيابيندازول ده ده وديدان لكنه برضه مش بيستخدم حاليا بيقولك ان لو حد خد امينوفيلين مع الصيابيندازول هيحصل له نوزيا وليزيرجي وجنرال ماليجيا الانتر اكشن ده بيحصل ليه بيقولك ان الصيابيندازول ده ليبر انظيم انهيبتور فهيمنع الصيوفيلين والامينوفيلين وعيلة الزنسين ميتابولين معادة الضيفيلين الضيفيلين هو الوحيد اللي مش هيتأثر لان الضيفيلين ده بيخرج عن طريق الكلة ومالوش علاقة بالكبه فالليبر انظيم انهيبتور مش هيأثر عليه يبقى هنا لو خدنا صيابيندازول مع اي زنسين هيحصل ان هو هيزود البلازمة لفل بتاعه لانه هيمنع الميتابوليزم بتاعه هيزود تركيزه فبالتالي هيزود الصيابيندازول بتاعته نوزيا والليزارجي وجنرال ماليجيا وهنا اصلا هو ممكن يعمل تاكي كارديا كمان لان تاكي كارديا هي الاساسية هي والأرزمية يعني الارزمية هي الاساسي لكن هنا المحاضرة مركزة على المطوطين دول التفاعل ده فارماكو كينيتيك دراج انتر اكشن عشان هنا اثر على الميتابوليزم بتاع الزنسين الآثر زنسين اللي بتتحول لصيوفيلين في الجسم زي الصيوفيلين طبعا هو كده كده هو ده الصيوفيلين الاساسي الاكستراي فيلين ده بيتحول لصيوفيلين في الجسم الامينوفيلين برضه بيتحول لصيوفيلين في الجسم فبالتالي كلهم بيتأثروا بصيابيندازول او اي البر انزيم انهيبتور لكن هنا احنا مركزين على صيابيندازول عشان كده في الواقع بلاش ندي مثلا حاجات زي السيبروفوكسسين زي الكلاريسروميسين الحاجات اللي هي liver enzyme inhibitor بلاش نديها مع السيوفيلن او مع راس الكيبرون واخوتها قلنا ان الميتابوليزم بتاعه مش بيتأثر لان ده اصلا بيخرج عن طريق الرينل فملوش علاقة بالليبر نعمل ايه هنا عشان نتجنب الانتر اكشن ده وتعمل monitor للسيوفيلن بلازماليفل ويتقلل جرعة الامينوفيلن او اي زنسين تاني يتقلل الجرعة بتاعته واخيرا استخدم الدايفيلن لانه ملوش interaction مع الصيبين ديزول كده الانتر اكشن التاني معنا خلص وقلنا ان الانتر اكشن ده فارماكو كينيتك درج انتر اكشن اما تفاعل امينوفيلن مع الهاليسين كان فارماكو دايناميك انتر اكشن التفاعل التالت معنا النهاردة وقبل الاخير هو تفاعل الصيوفيلن مع الاريسروميسين الاريسروميسين ده من عيلة الماكرولايد اشهر اربع عدوية في العيلة دي هي الاريسروميسين والازيسروميسين والكلاريسروميسين والسبيراميسين طبعا الازيسروميسين بيستخدم بشكل كبير جدا الفترة دي في كورونا وهي الكلاريسروميسين من ضمن البروتوكول المستخدم في علاج الهليكوبكتر باللوري او الجرسومة الحلزونية او الجرسومة المعدة وان شاء الله هنبقى نتكلم عن العيلة دي بالتفصيل في كورس المرضات الحيوية اللي هنعمله هنا على القناة بإذن الله الغيريسروميسن يستخدم بشكل اكبر حاليا كاتوب بالانتيبيوتيق يستخدم في حالات الاكني موجودة في دواك زي دواك الميزن سواء الو 1967 او الاصياء وفيه قرص اسمها قرص الاريثروميسن وغنى الازييس روميسن موجود طبعا في الزيسرون والزيس روميكس وغيرها كلنا طبعا اعرفون منتجات الازييس روميسن دلوقتي بشكل كويس كمان عندنا الاريس روميسن زي الكلاسيد وكمان عندنا الاسبايراميسين بيكون موجود مع مادة المترونيدازول وده موجود في قراث زي الاسبايرازول ويستخدم شكل اكبر كمضاد دحاوي في حالات خلاء الاسنان نرجع للانتراكشن بتاعنا لو خدنا ايريستروميسين مع سايوفيلدين هيحصل حاجتين الحاجة الاولانية ان الاسبايريستروميسين ده فيزود تركيز السايوفيلدين حوالي او ضعف كمان الاسبايريستروميسين نفسه البلازمة لفل بتاعته هتقل لي حوالي 63% هي قلت ل 63% المفروض كل 100% فقلت ل 63% معنى كده ان هي قلت للتلتين يبقى هي قلت بمقدار تلت واحد يبقى هنا النسبة اللي قلت بيها حوالي 37% او نقدر نقول تل وده عبارة عن بيلاترر دراج انتراكشن يعني في هنا تفاعلين حصلوا البلازمة لفل بتاع السايوفيلدين هتزيد وكمان البلازمة لفل بتاع الايريستروميسين هتقل الميكانيزم مش معروف لكن الانتراكشن بيحسن وفيه شوية اقتراحات كده بتقول ان غالبا الايريستروميسين ده انهبت لهيباتك ميتابوليزم او ليبر متابوليزم بتاع السايوفيلدين فهيزود تركيز السايوفيلدين وبيقولك اللي اكد الموضوع ده ان احنا لما استخدامنا الديفيلدين لقينا ما حصلش معاها انتراكشن وده طبعا لان مش بيحصل لها متابوليزم في الليفر فده اللي اكد ان ده بيحصل عن طريق ان هو لكن برضه مش معروف ليه السايوفيلدين قلل البيلزم بالاسم بتاع الاريستروميسين يبقى احنا هنا التفاعل ده بنقول ان أحد إسباب، بالأسباب سوف تقل Belasma في Sifilin إليت أحد ما يحدث حقًا مع اليريسرو مايسن ما حصلش نفس الانتراكشن واحنا عارفين ان الديفيلن مش بيحصل له متابوليزم بايليفار بقولك لو استخدمنا اي زنسين تانية زي الأمينوفيلن زي الأكسيترايفيلن هايحصل نفس الانتراكشن لكن الديفيلن مش بيحصل مع الانتراكشن ده وبيقولك كمانن الاظر ماكرولايد زي اللي احنا تكلمنا عنهم كدور كلهم متوقع يحصل معهم الانتراكشن الريكمنديشن بتاعتنا ان احنا نعمل منتور للبلازماليفل بتاع الصيوفيلين والإيريسروميسين وكمان هنزبط الدوز بتاعتهم ونعمل دوز أجستمين الانتراكشن الرابع والاخير معنا هو تفاعل الصيوفيلين مع البروبرانولول البروبرانولول ده دواء ضغط عبارة عن نونسيلكتف بيتا بلوكر بيستخدم موجود في دواء الاندرال لما هناخد بروبرانولول مع صيوفيلين الصيوفيلين بلازماليفل هتزيد وفي نفس الوقت وفي نفس الورت أجسد الصيوفيلين بقل بمعنى الصيوفيلين كان بيعمل برونكو دايليليةر لما هنقض مع المزالة برونكو دايليتر الذي سنقضى هنحن الت画ي دواء عددowo وفي نفس الوقت اللازماليفل بتاع الصيوفيلين هتزيد تتعني ان الثعمال الحbr身amentsي على أن الصيوفيلين تزيد قبل أن الصيوفيلين عباره عن يبيت Turks Lad&各位 أما البروبرانولول ده نانسيلي انكتف بيتا بلوكر وأرس موجود بلوكر makesTodd برونكيا هيحصل هنا الانتاجونيزم للإفكت بتاعه أبعلك ان البروبرانولول تسعتر للافكت بتاع الصيوفلن يبقى ثاني بالراحة مفروض أصلا ان الصيوفلن ده بيعمل برونكوديليتور فمفروض أنه هو هنا اجونس أما البروبرانولول يعمل برونكوكنيستركشن او بيعمل دي في الشعب الهوائي فهنا بيعمل برونكوكنيستركشن فده إنتاجونس يبقى للدويب مع بعض الافكت بتاعهم هيلغوا بعض تقول ايضا بك ان البروبرا نلهل ستمنع الميتابولزمت على السيوهول viabil 밸�argلاة البيلازما البيلازما ولذلك نظر الح substانية Graphic keratinatin & pharmac яdynamic تقول ان البروبرا نلهل في نفس الانتراخشن مع البروبرا نلول الكثير اما ال Abraham will give you الى نفس الانتراخشن وما هو الفرماكولوجنvol Interesting يعني الff welcomes bronchodielator و Clock Striction بالتالي هنا التفاعل سيكون هناك categories بينهم لكن بالنسبة لزيادة الضيوفيلن بلازماليفل ده مش هتحصل لان احنا قلنا ان اصلا الضيوفيلن مش بيحصل له ميتابوليزم في الليفر. اذر بيتابلوكر وبالتحديد النونسيليكتف بيتابلوكر هتعمل نفس الانتر اكشن مع عائلة الزنسين. طيب بتاعتنا نعمل منوتورنج للسيوفيلن بلازماليفل ونزبط الدوس بتاع السيوفيلن ونستخدم بيتابلوكر بلاش النونسيليكتف بكده نكون خلصنا المحاضرة التالتة استنونا في محاضرات تانية ان شاء الله شكرا السلام عليكم